النهاردة هنتكلم عن ازاي ان يحبق دهون اكتر او ازاي نخص في الوزن اكتر لكن مش من خلال ان احنا بنقلل سعرات اللي دخلها جسمنا لا من خلال ان احنا بنعلي السعرات الخارجة من جسمنا ايه الطرق اللي ممكن اعلي بها السعرات اللي خارجة من جسمي هنتكلم النهاردة عن التأسيمة بتاعة السعرات اليومية بتاعتي ازاي ان انا ممكن العب في كل جزء من الاجزاء بتاعتها السعرات اليومية اللي خارجة من جسمي او الجسمي بيستخدمها. ازاي ما انا ممكن نلعب في كل جزء من الاجزاء بتاعتها علشان انفق سعرات اكتر او اطلع او استهلك سعرات حيارية اكتر على مدار اليوم. طيب عندنا او السعرات الحيارية المنفقة على مدار اليوم. السعرات دي عايزين نعب بتتمثل في ايه? او جسمنا بيستخدمها في ايه? علشان نعرف ازاي احنا ممكن نلعب في كل جزء من الاجزاء علشان نعلم من سعراتنا اليومية او نعلم من احتياجنا اليومي للسعرات الحيارية. اول حاجة عندنا اكبر جزء وهو معدل الايد الاساسي او معدل في ناس بتسمي يعني معدل ارض الاساسي او يعني معدل الايد بتاع الراحة بتاع معدل الراحة يعني تمام هو بيدخل في حوالي خمسين في المية او يعني اكتر من السعرات الحيارية اليومية بتاعتنا. طيب دوت ازاي ان احنا ممكن نعلي منه او ازاي ان احنا نعلي الرقم اللي جسمنا بيستخدمه او السعرات اللي جسمنا بيستخدمها في اثناء الراحة ازاي نعلي الرقم دوت عن طريق حاجتين اول حاجة يا اما ان احنا نعلي العضلات بتاعتنا او نعلي الكتلة العضلية بتاعتنا فجسمنا هيستخدم طاقة اعلى اثناء الراحة لان المصل تيشو او الالياف العضلية هي اكبر عنصر بيحتاج لطاقة خصوصا اثناء الراحة او يعني بالذات اثناء الراحة اكبر عنصر بيحتاج لطاقة وكمان هو اكبر عنصر برضو بيحتاج لطاقة او بيحرق سعارات اكتر يعني اثناء العمل او اثناء ان انت بتشغل عضلاتك او بتتمرن او بتشتغل بها ايا كان يعني الالياف العضلية هي اكبر نسيج في الجسم او اكبر عضو من الجسم بيحرق سعرات في اي حال سواء اثناء الروحة او اثناء الحركة تمام يبقى دي كده اول طريقة تاني طريقة هو ان انا هعلي معدل ضربات قلبي وانا مستريح يعني ازاي او يعني اعملها ازاي ان انت لما بتعمل تمارين رياضية جسمك بيحصل في حالة من الدبت او ان هو يكون مدين للاكسوجين يعني جسمك بيستهلك كمية اكسوجين معينة ماشي لكن انت اثناء التدريب الرياضية بتستهلك كمية اكسوجين اكتر فجسمك بيستهلك الكمية المغادرة بتاعه وبيبقى عنده عجز من الاكسوجين بيعوضه بيعوض العجز من الاكسوجين دوت اثناء الراحة طيب لما هو يعوض العجز من الاكسوجين ده اثناء الراحة معدل التنفس بتاعي هيعلى ومعدل ضربات قلبي هيعلى اثناء الراحة تمام فعني ايه هو هنا لعبة لعبة التدريب بتخش في كزا نقطة من النقاط بتاعة لكن بصورة عامة بيعلى عندي بيئة تمرين رقم واحد ليه علشان حاجتين اول حاجة يعلي معدل التنفس بتاعي اثناء الراحة وهيعلي عندي الكتلة العضلية اللي هي اكبر عضو في الجسم بيستهلك طاقة او بيستهلك اثناء ان هو بقى بيعمل او بيعمل بلدين او بيبني يعني او ايا كان من الحاجات دي تاني او تاني مكون رئيسي معنا هو اي اه العنصر بتاع العنصر بتاع بينقسم عندنا لحاجتين حاجة اسمها او اللي هي وحاجة اسمها النيت او اللي هي يعني ايه الكلام دوت يعني انت يا سيدي عنصر النشاط بتاعك بينقسم لحاجتين اه اول حاجة الصعرات اللي جسمك بيحرقها اثناء التدريب والسعرات اللي جسمك بيحرقها اسناء الانشطة البدنية الغير التدريب تمام الاسناء الانشطة البدنية الغير التدريب اللي هي يعلي من انتاج السعرات بتاعتنا وعن طريق ان انا بتحرك ازيد على مدار اليوم عن طريق ان انا بستخدم جسمي العناء بتاعتي او استخدم الانشطة الجسدية بتاعتي في حاجات صغيرة تعمل عندي انتاج اكبر للطاقة انتاج اكبر للطاقة فبالتالي جسمي يحتاج سعرات اكتر تمام مسلا اقف وانا بتكلم في التليفون اتمشى وانا بتكلم في التليفون وانا اعب ازاكر او ما اقف كل خمس دقايق عشر دقايق مورتين تلاتة اهز ايدي اهز رجلي وانا بتكلم الحاجات دي كلها بالنسبة لك انت بشتر اواخد بالك وانت بتعملها لكن هي حاجات فعيلة جدا وكلها بتلعب بتلعب في حدود خمسة في المية فقط تمام اما بتعلى معاك لحد ممكن عشرين في المية تختلف طبعا من شخص التاني بصورة كبيرة جدا بتختلف من شخص التاني على حسب هو رياضي اصلا ولا لأ ولا هو بيمارس مسلا رياضة كده مرتين تلاتة في الاسبوع علشان صحيته العم وخلاص بتختلف يعني بصورة اه كبيرة من شخص للتاني للتالت للرابع يعني فيها اختلافات كبيرة جدا لكن التدريب اثبت علميا ان هو بيحرق او بيعلي من اه معدل جسمك محتاجه من السعرات الحيارية جسمك بدل ما هيكون في الطبيعي محتاج الفين الفين ونص لا انت برياضة ممكن تطلع فوق التلات تلاف كالوري من احتياجك يعني للسعرات الحيارية تمام فالاكسرصايز طبعا بقى بيتأثر بعنا او بنعلي بقى من اكسرصايز ازاي عن طريق ان احنا معليين معدل او معدل ضرابات القلب ومعدل او معدل التنفس ان انا معلق الاتنين دول اثناء التدريب بتاعي ده بيحرق سعرات اكتر جوه التدريب وبيحرق سعرات اكتر بعد التدريب علشان الموضوع اللي قلت لك عليه اللي هو بتاع او اللي هو ان بيقى جسمك مدين بالاكسوجين فيستهلك اكتر اثناء الراحة فدوت يعني بيعلي عندك من الناحيتين مهمة جدا ممكن نعمل مثلا سوبر سيت ودروب سيت اثناء التدريب بتاعنا في الجيم بحيث ان احنا نعلى بالهارت ريت بتاعنا ونعلى بالبريسين ريت بتاعنا كمان ممكن ان احنا نكتر عدد ايام التدريب نكتر او نطول بتاع مدة التدريب يعني نطول المدة بتاعتها نعلى بالفوليوم شوية او نعلى بالانتنست شوية طبعا كل دي مصطلحات انا فاهم ان هي اه ممكن تكون محتاجة شرح طويل جدا لكن انا مش عايز اطول الفيديو لكن كل حاجة من ديت ان شاء الله هنفرض لها حلقات منفصلة هنتكلم ازاي اعلى بالانتنستي اللي هو الشد بتاعت التدريب والاوزان والكلام ده او ازاي اعلى بالفوليوم عن طريق او ان انا اعلى بالمجموعات بتاعتي طبعا دولة طبيعي يعني ان هما هيعلوا بالوقت بتاع التدريب بتاعي تمام ده وكله بيلعب في يبقى كده عرفنا ان احنا ممكن نرفع ممكن نرفع او ممكن نرفع او او معدل النصاب بتاع الرياضة وبتاع غير الرياضة او اللي هو الانشطة العامة كمان في حاجة عندنا او مكون من مكونات وهو او تأسير الطعام الحراري على الجسم والجسم بيستهل اكتاقى قد ايه لما بياكل الاكل او لما علشان يهضم الاكل يعني تمام فاحنا عندنا اعلى تأسير حراري هو للبروتين اعلى تأسير حراري ليكون للبروتين جسمك بيحبق من 20-30% من سعرات البروتين فقط في هضم البروتين هنا لو عايزين نعليه عشان نعلي او الراكم الكبير يعني نعلي معدل الاي بتاعنا نحاول ان احنا ندخل بروتين في كل وجبة نحاول على قد المدقة ندخل بروتين حتى لو الكواليتي بتاعته قليلة وطبعا ده كنا اتكلمنا عنه في الفيديو هسيبولك في وصف الفيديو هتلاقيه ظهر في الاي هنا او هنا طيب لما بزود من البروتين بتاعي بزود من السعرات اللي جسمي بيحرقها علشان يهضم الطعام بس دي كانت العناصر اللي الجسمي بيستخدمها او اللي جسمي محتاج لها طاقة علشان يقوم بيها الوظيف بتاعي الجسمي كل دي حاجات انا ممكن ان انا العب فيها يعني خمسين كالوري من هنا على خمسين كالوري من هنا لقي معايا في الاخر حوالي متين تلتمية كالوري زيادة فوق اه الرقم اللي هو المعتاد بتاعي فهنا حاجة من الاتنين يا اما انا هستغلي الرقم دوت في ان انا ازود اه الاكل بتاعي وفي نفس الوقت هفضل محافز على وزني او ان انا استغلي رقم دوت في الناسبة اكلي وهنا هخسر اه كتلة دهنية او هخسر دهون اكتر تمام اتمنى ان تكوني سنتعت واستفدت بالفيديو دوت ولو عايز اي موضوع من موضوعات التريكس والتيبس في الموضوع التغذية وعلاقاتها بحرق دهون والكلام دوت قولينا تحت في التعليقات ولو تعليقك يحتاج شرح او يحتاج شيء من التفصيل هعمل فيديو مخصوص لتعليقك وهشوفكم في انشاء الله وما توفيقه إلا بالله عليه وكالتو عليه وميب السلام عليكم